دراسة جديدة كشفت عنها منظمة الصحة العالمية تشير لأن المراهقين في جميع أنحاء العالم يعرضون صحتهم للخطر وذلك بسبب عدم ممارسة التمرين الكافيات للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية الدراسة اعتمدت على بينات تم جمعها من مليون وستمائة ألف مليون مراهق من مائة وست واربعين دولة وذلك من سن الحادية عشر إلى سبعة عشر عاما حيث خلصت نتائج الدراسة لأن أكثر من ثمانين بالمئة من المراهقين لم يمارسوا أي نشاط رياضي لمدة ساعة على الأقل في اليوم وهو الحد الأدنى لممارسة المراهقين للرياضة يوميا الدراسة أيضا أشارت إلى أن التمارين اليومية التي تستغرق ساعة واحدة تقوم بتحسين الصحة العقلية ما يعزز التطور الاجتماعي والمعرفي وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ستون دقيقة من النشاط البدني في اليوم الواحد مهمة جدا ويجب أن تكون كل يوم طوال الأسبوع النشاط يمكن أن يكون على شكل ممارسة المشي أو ركوب الدراجات في المدرسة أو يمكن توفير دروس للتربية البدنية لكن يتعين عليهم القيام به لمدة ستين دقيقة وهذه توصية من منظمة الصحة العالمية ووفقا لخبراء منظمة الصحة العالمية والقائمين على الدراسة فلم يتغير سلوك النشاط البدني كثيرا للمراهقين الذين خضعوا للدراسة على مر السنين على الرغم من بذل الدول جهودا للترويج للأنشطة الرياضية ويرجع سبب ذلك إلى تطور عالم التكنولوجيا الرقمية حيث يقضي المراهق معظم وقته أمام شاشات الهواتف والأجهزة اللوحية